ده فين؟ أشرف بن شرقي النهاردة خاد مباراة يتوقع البعض طبقا لإعلان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بالأمس أنه أعلن أن اللاعب لن يستمر وأنه رايح إما إلى قطر وإما إلى تركيا ممكن تبقى المباراة الأخيرة ليه ليه؟ لأنه الموسم في عقد اللاعب يخلص 36 الزمالك طلب من اتحاد الكورة تتمد 38 بتاعتكو دي الحقونا بيها فتلحق بيها لكن كلاعب ما تضمنش الموقف لأنه اللاعب لو مش مكمل في مصر فبالتالي يبقى محتاج أنه هو يبدأ مرحلة تفاوض أو إتمام تعاقد مع نادا آخر هيلعب فيه في الفترة اللي جاية لو بر مصر وبالتالي أشرف بن شرقي النهاردة بأداءه الجيد تحديدا في شرط الأول من المباراة ثم بصناعة الهدف الثالث للزمالك بيوصل رسائل جديدة لجمهور الزمالك ستفتقدوني زي ما أنا بقول لكم أنه أنه هفتقدكم لأنه بيقدم أداء جيد جدا وكواليتي مختلف وصورة ونشاط مختلف ما بيقدموش أي لعب في الزمالك أو ممكن تقول في الدور الممتاز حتى في الموسم الحالي أو في الموسم الماضي بالنسبة لأشرف بن شرقي وده اللي نادى بيجو مهور الزمالك طوال المباراة وتحديدا ما قبلها هتفولوا بشكل كبير قوي بنحبك يا زيزو عفوا بنحبك يا بن شرقي وهتفات تانية بيقولولوا فيها بنحبك يا بن شرقي وهو رح مش هقول لهم بيقول لهم أنتوا في قلبي ده كان قبل المباراة غير بقى هتفات تانية تعاونوا استعرضها سريعا مع بعض قبل المباراة مهور الزمالك هاجم طارق حامد بهتف بصوت عالي كانوا بيقولوا اللي هيلوي بوزه الزمالك مش هيعوزه ده غير أنه هم هتفوا طارق زي إينو إحنا مش عايزينه طبعا أكيد عندكم ذكريات مع قصة إينو إينو كان راح الأهلي وساب الزمالك فجمهور الزمالك كان بيهتف له دايما الهتف ده أي حد بقى بيمشي من الزمالك أو بيبقى مش عايز الزمالك أو بيضايق الزمالكوية بيهتفوا له نفس الهتف اللي هتفوه لطارق حامد دلوقتي غير أنه هم هتفوا كمان لمحمد إبراهيم لعب الزمالك السابق اللي كان مصدر خطورة حقيقية طوال المباراة أهدر فرصة خطيرة برأسية في بلاد الشروط الثاني وصنع فرصة أخطر لشاد حسين لكن نرجع لتشكيل الزمالك لأنه فيه تنين يستحقان الإشادة بكل تأكيد وهما كما في التشكيل محمد طارق وحسام عبد المجيد ليه؟ رغم الأداء الدفاع الضعيف للزمالك ككل وأنا هنا مقصدش بس خط الدفاع بل فريق الزمالك بالكامل دفاعيا في الشروط الثاني فمحمد طارق شال كورة من على الخط بعد رأسية لب لمحمد إبراهيم من وراء محمد عواد بعد خطأ من محمود حمد الوينش فمحمد طارق راح وقف على الخط شتتها كانت ممكن ترجع سيراميكا كريباترا مبكرا هو سيراميكا كريباترا رجع نوعا ما لكن بدأت رحلة العودة متأخرة شوية حسام عبد المجيد بنفس المشهد وإن كان بشكل أقوى تصدى لتصويب شاد حسين من الأسست اللي عمله محمد إبراهيم ومن على خط المرمى في لقطة من قوتها استدعت حكم المباراة إبراهيم نور الدين لينتظر لمدة ثواني للتأكد هل مرت الخط أم لا وبالتالي لقطات زي دي في بدايات الاتنين لعبين بتنقذ الفريق من إهدار نقطتين أو ثلاث هي أكيد بتستحق التحية والإشادة لحسام عبد المجيد ولمحمد طارق أما سيراميك كريباترا أما سيراميك كريباترا